تأملوا معي ميزان علام الغيوب فمن أبصر فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه فمن نكت فإنما يمكث على نفسه ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه توضح لنا الآيات السابقة على المسؤولي الفردية وتحمل نتائجها في أوضح صورة وأقوى عبارة في تأكيدها نجاتك يوم القيامة مشروع شخصي لن تعذره بتقصير الناس وانحراف المشاهير والمغمورين وخذران الأقربين والأبعدين دنياك اختبار لك وحدك فعمل لنفسك واشتهد للنجاتة والفوز بالجنة من قوانين يوم القيامة تعرف عليها قبل أن تقف فيها الملفات غير سرية ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا الحضور تحت حراسة مشددة وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد الظلم مستثيل وما أنا بظلام للعبيد ليس هناك محام يدافع عنك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة الرشوة والواسطة مستحيلة يوم لا ينفع مال ولا بنون لا يوجد أسماء متشابهة وما كان ربك نسية استلام النطق بالحكم باليد فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابي لا يوجد حكم غيابي وإن كل لما جميع لدينا محضرون لا يوجد نقض أو استئناف ما يبدل القول لديه لا يوجد شهود زور يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيبيهم وأرجلهم بما كانوا يعملون لا توجد ملفات منسية أحصاه الله ونسوه ميزان دقيق للأعمال ونضع الموازين القصط اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبها ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر